السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة واخبار مهمة الحقيقة لازم تعرف اسواق النفط ماشي ازاي لان اسواق النفط بالنسبة الناس كتيرة جدا هي تتحكم في مصير الشعوب حاليا يعني اقيسة على مصر مصر من ضمن الحاجات اللي بتأثر في المنزانية بتاعت الدولة انها بتستورد نفط من الكارك واسعار النفط كل ما تزيد كل ما مزانية الدولة تتأثر لان احنا لحد الوقت بنحط دعم على المقلوقات مش عارفين نشيل كل الدعم مش عارفين نشيل كل الدعم فالبترول اللي بييجي ده بيأزي من زينية الدولة وبيأثر فيها بشكل كبير ايه الحقيقة انا اديتك مثال على مصر بس المتأثر الاكبر واكتر حد بيتأثر بشكل قوي جدا حاليا هي امريكا ممكن كمان اكتر من مصر لان امريكا بتأثر مش اقتصاديا فقط سياسيا كمان طيب ليه كل الكلام ده كل الكلام ده لان اسعار النفط بعد ما كانت بتنزل الكامي يوم اللي فاتوا دول اتهت فجأة بتطلع وتطلع ايه بتطفز ايه خلي بالك اسعار النفط قد وصلت عند 94 دولار للبرميل في الكام يوم اللي فاتوا بالزبط بقالها اربع خمسة ايام اا اعمالها تنزل رجعت لحد 92 كام ساعة بقى اللي فاتوا دول بالزبط من اول يوم اه بتاع النهاردة بتاعت اسعار النفط بترجع تاني تاني 93 ايه اللي حصل ليه نزلت وبتاعت تطلع تاني هستعرف هحاول لك عشان اقول لك لازم احكي لك القص من اولي حيث مرر مجلس النواب مشروع قانون لتمويل الوكالة الحكومية لمدة 45 يوما لتفادي الاغلاق الحكومي بعد مخاوف من احتمال شلل الوكالة الفيدرالية وقد حظي مشروع القانون بدعم نواب من الاغلبية الجمهورية والاقلية الديمقراطية قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو جين سكار جين سكار الراعي اللي بقى لي اكتر من سنة عمال اتكلم عنه ومن الرعاة اللي محدش ابدا اشتكى منه ولا عمر جالي اي تعليق سلبي عن اي حد تعاون مع جين سكار جين سكار هي اكبر شركة لصناعة فرش السيارات والياخوت في مصر كلها الناس دي بقى عملوا انجاز جديد هو ايه هو الاول من نوعه في صناعة فرش السيارات جين سكار عملت بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم وانضمت لمنظومة المدارس التكنولوجية و teamedست مدرسة تكنولوجيا اسمها مدرسة جين سكار التكنولوجية للصناعات المتكاملة لفرش السيارات والياخوت والطائران حقا كده بقى من الاخر بالطريقة دي جينزكار كالعادة بقى ليها الريادة والسبقة بينهم اضافوا مجال وتخصص جديد ما كانش موجود قبل كده للمنظومة التعليمية جينزكار يعني الريادة اعنى وده لي مستقبل كبير جدا في مصر وبر مصر توكيلات السيارات الكبيرة دلوقتي بتفتح مصانع في مصر وبتتجه للتصنيع والتجميع المحلي تخيل بقى كم الفرص اللي في المجال زي ده بقيادة شركة كبيرة اسمها جينزكار اسيب لحضراتك الرابط داخلهم اسفل الفيديو لو حابب بتواصل معاهم جينزكار هم خير صح نخس في الموضوع لطول ايه اللي بيحصل في سوق النفط وايه اللي حصل جديد وليه النهارده الاعلام الامريكي بيلمح كده لقرب مطالبة محاكمة شركات النفط حقيقة الموضوع كله يبتدي ان انت بقى لك 4 ايام او 5 ايام اسعار النفط عما تنزل في حين ان كل معطيات بتقول ان هو لازم يرتفع او هو في طريق الارتفاع طب ليه نزل قالك نزل لكذا حاجة اولا انت عندك موضوع الحكومة الامريكية اللي كانت حتيقفل دي وان الجمهوريين في مجلس النواب كانوا بيخبطوا في الديموقراطية ومش عاوزين يمرروا ميزانية بتاعة تمويل الحكومة الامريكية عشان فيها دعم اوكرانيا ب6 مليار دولار بدل 24 حيث مرر مجلس النواب مشروع قانون لتمويل الوكالات الحكومية لمدة 45 يوما لتفادي الاغلاق الحكومي بعد مخاوف من احتمال شلل الوكالات الفيدرالية وقد حظي مشروع القانون بدعم نواب من الاغلبية الجمهورية والاقلية الديموقراطية ولا يتضمن التمويل المؤقت للوكالات الفيدرالية مساعدات لاوكرانيا وسيحتاج تصويت مجلس الشيوخ قبل ان يرسل الى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه خلي بالك بنت جنة امريكا بدلا ما كان عاوز يطلب من مجلس النواب يمرر له مساعدات لاوكرانيا تقدر بـ 24 مليار دولار طلب فقط 6 مليار برغم كده جمهورين ايروك لأ الميزانية بتاعت امريكا مش هتعدي وفيها هيدعم الاوكرانيا ففضلوا مسكين في بعض لحد ما الحكومة الامريكية كانت المفروض هتقفل بعد 3 ساعات بالضبط حصلت جلسة تصويت ووفقوا على الميزانية لتمويل حكومة بس ده ميزانية او قانون مؤقت فده مش الاساسي ارى انه بقدر ما نقلق بشأن امن حدود اوكرانيا يتوجب علينا الحرص على حماية حدود الولايات المتحدة ان اهم شيء تعلمناه اليوم هو توحيد صفوفنا وانجاز الامور وحيي تخلي الاعضاء الجمهوريين الواحد والعشرين عن ضغوطاتهم وانا اكد انه بالتكاتف معا سنتمكن من صياغات ميزانية اكثر ترشيدا للنفقات ان حافظوا على تصويتهم لنا بس كده او كده خناية العراج كنت بتشوفها دي وقرب اغلاق الحكومة الامريكية كانت مؤثرة على الأسعار النفط كان فيه تخوف ان الحكومة ممكن تقفل وده هيكون له أثار اقتصادية كتيرة جدا على العالم كله مش امريكا بس فالتخوف ده أثر على الأسعار النفط تاني حاجة الناس كانت خايفة من بناتها تضخم يعني تضخم في امريكا كل الناس تتوقع ان هو هيرتفع ويعود الارتفاع تاني بشكل كبير ده برضو أثر على أسعار النفط الحاجة التالتة وده اللي كشافتها رويترز وقيت لك على فكرة ان أسواق أسيا بتادي تتأثر بارتفاع أسعار النفط الطلب على النفط بتادي يقل في سبتمبر دول التلات حاجات الأساسية في حاجات مش أساسية قوي وهي ان الشتاء في أوروبا ما كانش قارس أو بدايته ما كانش قارسة قوي زي ما احنا كنا متوقعين المفروض في أكتوبر الدنيا تسمع في الشتاء شوية في أوروبا ما جاش شتاء قارس أو بدايت شتاء قارس زي ما هم كانوا متوقعين فالطلب على الطاقة ما كانش قوي التاني حاجة أوروبا أمنت احتياجاتها من الغاز فما فيش طلب قوي عن النفط بص أنا بقول لك الحاجات الأساسية والحاجات المش أساسية التلات حاجات اللي أبقول لك مش أساسيين دول الخاصين بأوروبا مش أساسيين مش هما دول اللاعبين الأساسيين لو جيت بص من ساعة بقى ما تحل موضوع الحكومة الأمريكية وأن الحكومة الأمريكية مش تقفل وتم إنقاذ الحكومة الأمريكية وتمويلها لمدة 45 يوم أسعال النفط تتشير من نفسها تاني تترتفع حصل أمل عند مستثمرين النفط مش بس كده عاوز أقول لحضرتك إن لما روسيا قالت مفيش تخفيض للصين والهند عاوز أقول لك إن استيراد الهند من النفط الروسي بتدقي إلي شوية الكام ساعة اللي فاتوا دول بتدقي إرجع تاني يعني الهند بتستورد من روسيا في حدود مليون ونص برميل في اليوم حلس كانت روسيا بتدي نفط مخفض عشان العقوبات اللي عليها روسيا منعت تخفيض النفط ده فالهند بتدقي تقلل من استيراد النفط الروسي بس دلوقتي بتدقي ترجع تستورد تاني ده أثر على أسعار النفط برضه ثالث حاجة الاقتصاد الصيني بتدقي ينتعش بشكل بير جدا والنهارده CNBC ورويترز وبلومبرج كله عمال يتكلم إن استيراد النفط من قبل الصين بيازات بشكل بير أود السين مش مكفيها النفط الإيراني لا حاوزين أكبر نحن بالنان OECD من آسيا ميدل إيست فالكلام ده كله أثر على أسعار النفط بس ده برضه الأساسي إيه اللي مش أساسي اللي مش أساسي وقدى لارتفاع أسعار النفط هو إن كان فيه توقعات إن اجتماع أوبيك اللي حيتم على مستوى الوزراء اللي حيكون يوم الأربعة القادم ده المفروض أوبيك كانت حتزيد الإنتاج بتاعها أو كان فيه توقعات أو إشعاعات إن ممكن أوبيك بعد التخفيضات الكتيرة اللي عملتها في الإنتاج بتاعها ممكن تزود الإنتاج حقيقة وفقا لتلق مصادر قالوا لبلومبرج وقالوا الرويترز قالوا مفيش أي تعديل في سياسة أوبيك حاليا وأوبيك حتبقي على خطتها الإنتاجية ليه؟ وفقا للتلق مصادر دول قالوا إن أعضاء أوبيك أصلا ما لبوش الحصص بتاعته شوف أوبيك مخفضة الإنتاجة دي أعضاء أوبيك الموجودين ما دروش يوصلوا للحصص بتاعته مفيش جديد الإمارات بس هي العمالة تصل للحصص بتاعتها وزيادة كمان بس باقي الأعضاء عندهم مشاكل في الإنتاج فإزاي هم حيرفعوا الإنتاج كمان نفيش وأعضاء أوبيك حاليا هم chats معلومات أعضاء نموضات الأعضاء جديد الإنتاج لذلك هذه هي نفس المستوى. 80% من المستوى يقومون بأي أميك. فقط يتحقون 40%. 60% مع هؤلاء الذين يمتعون 20% من المستوى. لذلك يوجد تباك في تحصيل هذه المدينة وقد نرى ذلك. أكثر من كده إن روسيا والسعودية ما عندهمش أي خطط حالياً لزيادة الإنتاج تاني. وهما دول اللاعبين الأساسيين. روسيا والسعودية ما عندهمش أي خطط إنهم ما يزودوا الإنتاج أو يتراجعوا على التخفيض الطوعي للإنتاج بتاعهم. اللي بقى التخفيض الطوعي ده إن السعودية خفت إنتاجها مليون برميل وروسيا خفت إنتاجها 500 ألف برميل في اليوم. فالتنين دولهمش عايزين يركعهم. فكل التوقعات بتشير إن أسعار المفتها ترتفع. وبالفعل هي بترتفع بقالها كمساعة. وصلت 93% وبتقصر 93% What's been really interesting is that OPEC plus Russia and Saudi Arabia they've held strong with their production cut. They've been cutting production for the last few months by one million barrels a day. بنت separating focks will be the end of the year. But at the same time U.S. shale drillers haven't really been coming back. They haven't been bringing the rigs back on shale fields to boost production as much as we would have expected. Once we hit that 100 dollar level, expect more governments calling it out, expect perhaps the Biden administration calling for drillers to come back, maybe calling for Saudi Arabia to provide some relief to the market which they did last year. خطورة ايه؟ خطورة في حاجة تانية خاضرة يعني بص كل انا بتقولك ده ماشي الخطورة الاخطر ان جو بايدن تلع عليك المناخ واحنا عاوزين نحافظ عن مناخك والتغيرات المناخية طب ايه اللي بيحصل؟ الحكومة الامريكية بتدي مناطق الايجاب ومناطق لاستكشاف عن عبار النفط الجديدة على السواحل الامريكية الحكومة الامريكية قتاحت الشركات اللي عاوزت تنقب عن نفط على السواحل الامريكية في خليج المكسيك اقل مناطق عن اطلاق عمر الحكومة الامريكية ما كان بتدي مناطق محددة اوي كده بيقولك تلت مناطق فقط الحكومة الامريكية هتسمع عليهم في خليج المكسيك للتنقب عن نفط والغاز مش نشوف بايدن عاوز يحافظ عن مناخه ده ادى ان اصعار النفط ترتفع مرضو شايف شايف الاخبار متسلسلة ازاي؟ على فكرة كل الاخبار دي ليه علاقة ببعض ليه لأنها كلها جاية ببعض كل اللي انا بقول لك عليه ده كله جاية في نفس الوقت فاللي كان بيأثر على نزول اسعار النفط انا اطلت لحضرتك واللي بيؤدي دلوقتي لارتفاع اسعار النفط انا بشرحه لحضرتك وفقا لرويترز و بلوبرج هم اللي بيحددوا الاسباب دي كلها الاتفاويات في ميكسيكو سجدوله ذا في ميكسيكو سجدوله في 2025 ، 2027 و 2029 انا بلوبرج اعطى اهتفع المحاج fa mutantsة وين وين ويقافة كفا مديري الضواني الاخبار متوهي بلوف العديدى ممتازورة هناك ايضا اطلقية ايضان مهمية جدا بلومبرج اليوم إيضاء مقالع الحلق لو جيت بص و تقيم ثوق النفط هتلاقي الي بيحدد دلوقتي اسعار النفط مش اوبك ومش روسيا . لا احد يا ده 득ين في مرحلة دي لها. اسعار النفط هيتم تحددها في الرياضي السعودية هي الي هتحدد اسعار النفط من هنا وراه. طب ايه معنى الكلام ? معنى الكلام ان حتى بعد حرب روسيا و اوكرانيا تخلص الى هيحدد اسعارة النفط هي السعودية لأن اسعار النفط او برميل النفط اسعار بتاعته ارتفحت شك كبير جدا نتيجة الحرب روسيا اوكرانيا. صح? اثار حرب روسيا اوكرانيا ابتدت تقل على العالم شوي. ابتدى العالم يمتص صدمة حرب روسيا اوكرانيا. برغم كده اسعار النفط بترتفع لاسباب ما لهاش علاقة بالحرب. فبلومبرج يقولك اللي بياخد قرار دلوقتي. يحدد سعر البرميل. ملوش اي علاقة بالعوامل الاقتصادية في العالم. او الظروف الاقتصادية والسياسية في العالم. هي الرياض. الرياض عاوي السعر البرميل كام? هيبقى كام. طب ليه الموضوع ده خطر? الموضوع ده خطر لان انت قبل كده كنت بتعمل مع منظمة اسمها اوبيت. هي اللي بتحدد اسعار النفط. وهي دي اللي امريكا كانت بتبزل مبهود كبير جدا. عشان تسيطر على اسعار النفط وان ما يحصلش اه خلافات بين اعضاء اوبيت وكلام ده كله. دلوقتي الموضوع اصبح اكثر قصوة واكثر تعقيدا. ليه? بدلا ما كانت منظمة اصبحت دولة. هي اللي بتحدد اسعار النفط وهي الصعب. هل الموضوع ده له اثار? طبعا له اثار. موضوع الصفقة بتاع التطبيع السعودي السهيوني اصبح حاجة اساسية بالنسبة للسياسة الامريكاية. لازم السعودية تطبع مصري. اذا ده بقى اسعار النفط اللي حددها في المستقبل او اه بنهاية عشرين وتنائة عشرين هي السعودية. يبقى السعودية لازم تطبع مصري. باي تمن? باي تمن? عشان تفضل امريكا متقاربة مع السعودية والسعودية بتفلتش من ايديها وتحصي. فالسعودية دلوقتي اصبحت اه مش العالم كله. لا حاجة. طب اما بالنسبة لروسيا. روسيا ما ينفعش تفسر السعودية اللي صالح الوها. ما ينفعش. لازم اه روسيا اه تفضل تتعاون مع السعودية بشكل بيت. ودي حاجات يجب ان انت تبصلها بشكل بيت جدا. وبلومبرج النهاردة بتحذر بتقول لك ممكن. حرب روسيا اوكرانيا تخلص. كل العوامل الاقتصادية والبيئية والكلام ده كله يخلص بس سعودية عاوزة مسلا برميل النفط فوق المية حيبقى فوق المية. تفهمني ازاي? فده اللي بتقوله اه بلومبرج. خلص? فخلي بالك موضوع ارتفاع وهبوط اسعار النفط ما بقاش عامل اقتصادي فقط. لا ده بقى عامل اقتصادي وسياسي وتجاري وحاجات كتير. له اثار كبيرة جدا. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي? الفترة القادمة. يا رب بكونش راحة لحلالك الموضوع بشكل مبسط وشكل كويس. وتكون استفادت من الفيديو ده بشكل او باخر. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي في اسعار النفط هتصل فوق المية بنهاية اكتوبر. يعني لو اتا بنتوقع ان اسعار النفط ممكن تقصر المية بنهاية السنة? لا هي ممكن تقصر المية بنهاية اكتوبر. شوف الدنيا هتمشي ازاي. يا رب بنصل مصر. رب بنصل العرب. يا مصر. سلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصاب بسيف شاطر وصف حارس عليك يا من? ومن فوق السماء السامة حميك يا رب العالمين شكرا